اهلا بكم في نشرة اخبارية مفصلة من قناة الفلوجة اهلا بكم مشاهدين نبدأ هذه النشرة باهم العنوين كورونا وحرب الاسعار يقودان النفط الى حافة الانهيار الخام يفقد اكثر من 20% من قيمته وموزنة العراق في خطر البصرة تدخل على خط كورونا تسجيل اول حالة وفاة في المحافظة لمواطن عائد من ايران وبغداد تعلن شفاء اربعة مصابين الخلاني تخط السباتة بالدم متظاهر بغداد يزفون ثلاثة شهداء ويؤكدون الصمودة في الساحات حتى نيل المطالب العادلة البنتاجون يؤكد مقتلى جنديين امريكيين في عملية عسكرية ضد داعش بالعراق ومكافحة الارهاب يعلن مقتلى 25 ارهابيا في مخمور البداية من الانهيار الحاصل في اسعار النفط العالمية حيث شهدت اسعار النفط هبوطا حادا تجاوز العشرين بالمائة بعد ان قررت السعودية تخفيض السعر اثر فشل المحادثات بين منظمة اوبك وروسيا حول خفض الانتاج النفطي هذا ورفضت روسيا اقتراح اوبك اجراء تخفيضات كبيرة في حجم الانتاج من اجل استقرار الاسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا فيما قررت اوبك بدورها الغاء القيود المفروض على انتاجها من النفط حيث بلغ الهبوط الحاد لاسعار العقود الاجلة للنفط الى ما دون 30 دولار للبرميل ما يؤشر الى بداية حرب اسعار جديدة تهدد اقتصادات العالم وفي تداعيات هبوط اسعار النفط على الاقتصاد العراقي اكدت اللجنة المالية النيابية ان العراق مقبل على كارثة مالية واقتصادية اذا استمر هبوط اسعار النفط العالمية مبينة انها بصدد عقد اجتماعا لاجاد السبل الكفيلة لمواجهة الانخفاض الحاد بالاسعار واضحت اللجنة ان هبوط دولار واحد في سعر برميل النفط يعني خسارة العراق قرابة المليار ونصف المليار دينار يوميا مؤكدة ان على الحكومة القيامة بمجموعة من الخطوات واهمها تقليل النفقات في الوزارات والحكومات المحلية ومحاسبة الفاسدين مضحة انه لا يمكن خلال الوقت الراهن المصادقة على التعينات وزيادة الرواتب بدورهم حذر متخصصون في الاقتصاد من خطر تدهور اسعار النفط العالمية ومن اثارها على الاقتصاد العراقي وكشف الخبراء ان العجل التقريبي في موازنة عام 2020 يتجاوز 51 مليار دولار ذلك بسبب تقديرات اسعار النفط في الموازنة عند 56 دولار للبرميل في وقت تسجل اسعار الخام انخفاضا حادا الى ما دون 30 دولار للبرميل بنهيار اسعار النفط وتدنيها الى مستوى كبير جدا في هذه الاوقات ومع عدم تشكيل الحكومة العراقية وبانتشار الانتشار السريع لفيروس كرونة اليوم كل هذه الازمات ستكون مردوداتها بالسلب على المواطن العراقي وعلاقوته اليومي اليوم كل البضائع وكل المنتجات هي من الاستيراد يعني لا يوجد لدينا منتج محلي هذا كله سيكون مردوده بالسوء على المواطن العراقي ربما تصل الحكومة الى موقف حرج في تزديد رواتب الموظفين وفي تنفيذ المشاريع المخطط لها في الوزارات وفي المحافظات العراقية لذلك يؤشر الى ان الاقتصاد العراقي يمر في مرحلة خطرة جدا وحتى هذه اللحظة للحكومة والبرلمان يمتلكون الحلول وقادرين على معالجة الازمة الاقتصادية للمتابعة ينضم الينا الان من اربيل المحلل الاقتصادي الاستاذ كوفند شرواني اهلا بك سيد كوفند اذا انخفاض حاد في اسعار النفط ما هو سبب هذا الانخفاض نعلم ان هذا من تداعيات فيروس كورونا لكن هناك تفاصيل تخص اعضاء منظمة اوبك حتى يفهم المشاهدين هذه التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لقناة الفلوجة والمشاهدين الكرام والى الاخ محمد وستألاء مقدمي البرنامج في البدء كانت اللحظات تتطور بشكل دراماتيكي في الاسبوع الاخير خاصة يوم الجمعة الماضية في اجتماع اوبك الذي اغفقه في التوصل الى اتفاق على الاستمرار في تخفيض الانتاج لمجموعة اوبك بلس التي هي مجموعة دول اوبك زادا روسيا ومصادرين اخرين وضافين لذلك لم يتم الاتفاق على حتى الاستمرار في التمديد السابق التخفيض السابق الذي ينتهي مع نهاية شهر مارس الحالي وبذلك انهار هذا الاتفاق الذي استمر لثلاث سنوات 2016 و17 و18 و19 واستطاع المحافظة على استقرار في السوق النفطية فوق الخمسين دولار وانعكسه ايجابيا على كافة الاقتصاد العالمي للدول المصدرة والمستلكة كذلك لكن اللي حصل انهار هذا الاتفاق انعكسه بشكل سريع وكارثي استطيع اقول على اسعار النفط وتدهورت بشكل اكثر من 20% خلال اليومين الماضيين ووصل الان خام برنت الى 33 دولار وخام تكساس الخفيف الى 30 او 31 دولار نعم سيد كوفند نعلم ان الضرر عام يعني سيدر الاقتصاد في كافة انحاء العالم العراق بالتأكيد متضرر من هذا التدهور في اسعار النفط برأيك ما هي السبول لمواجهة تداعيات هذا الامر اتفق مع التقرير اللي قدمته قبل شوية انه الحجم العجز في الموازنة سيكون يفوق الخمسين مليار دولار من عائدات العام 2020 المواجهة هذا الشيء حقيقة العراق دولة نفطية متضرة كباقي دول الخليج وكذلك بقية الدول الاخرى المصدرة الموازنة مثل ما معروف فيه عبارة عن جزئين اساسيين ارادات ونفقات الارادات نفطية وغير نفطية والنفقات هي النفقات التشغيلية والاستثمارية للأسف الجزء النفطي من الارادات لا يمكن تحكم به لانه هذه الاوامل هي خارجية متعلقة بالاقتصاد العالمي والأوبك واسواق العرض والطلب لكن الارادات غير نفطية يجب ان الدولة الان تسعى لتميتها وتقويتها خاصة الذرائب والسياحة وقطاعات الاخرى من الاقتصاد اللي هي الزراعة والصناعة وغيرها لكن حتى هذه تحتاج الى استثمار مبالغ جديدة لتطويرها وتنميتها ويصعب توفير هذه الموازنة الاضافية بتصوري في ضوء انخفاض للعام 2020 الجزء الاخر من الموازنة هو النفقات النفقات طبعا الجزء اللي يمسر الرواتب لا يمكن المساس به لكن ممكن تقليص بعض النفقات الزائدة في بعض مواسسات الدولة اللي ممكن ستساعد على تقليل وطأة العجز على الموازنة العامة سيد كوفند باعتقادك إلى متى سيستمر هذا التدهور في أسعار النفط وإلى أي حد يمكن أن يصل سعر البرميل الخام في تصوري المجتمعين يوم الجمعة الماضية ستة تلافة لم يتصوروا أن يحصل هذا النهيار بهذا الشكل الدراماتيكي السريع وبالتالي سيلحق أضرار بالجميع بدول أوبيك ودول خارج أوبيك وحتى دول مستوردة لأن الكثير من الصناعات تحتمد على النفط والكثير من الشركات العالمية هي تمتلك جزء من الصناعة النفطية وبالتالي الجميع متضرين في تصوري ستسارع دول أوبيك مرة ثانية وممكن دول خارج أوبيك كذلك للاجتماع مرة ثانية قبل نهاية الشهر لتلافي حدوث المزيد من الخسائر والكوارث الاقتصادية على الاقتصاديات لهذه الدول والعالم أجمع سيد كوفند أشرت إلى أن حتى الدول المستوردة ستتضرر يعني عند هذه النقطة لو تفصل لنا لو سمحت لأنه من المتعارف علي أن الدول المستوردة للنفط ستستفيد من انخفاض أسعار برميل الخام في العالم فكيف ستتضرر هذه الدول؟ نعم المهم في السوق النفطية ليس فقط الأسعار والإنتاج وأنما الاستقرار وبقاء الأسعار بشكل متوازن بحيث يساعد الدول على تخطيط الاقتصادياتها بشكل جيد حقيقة بعض الدول المستهلكة قد تستفيد في المنظور القريب من انخفاض الأسعار لكن هذا سيشجع على زيادة الاستهلاك وبالتالي استهلاك النفط بكميات أكثر سيكون له أضرار بيئية كما أن بعض الصناعات التي تعتمد عن النفط ستذرر هي الأخرى إضافة إلى أن بعض الدول تنتج نفط من النفط الصخري ستتوقف بالكامل مثل الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لا تستطيع أن تغطية تكاليفها نعم المحلل الاقتصادي سيد كوفان شرواني كنت معنا من أربيل أشكرك جزيل الشكر شكرا شكرا بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة المقبلة وسبل مكافحة فيروس كورونا وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن لقاء بحث تطورات الأوضاع العامة والحراك السلمي والتأكيد على دعم المنظمة الأممية لجهود تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة العراقيين وتلبي مطالبهم فضلا عن سبول تعزيز التنصيق والتعاون المشترك من خلال إسناد عمل المؤسسات الصحية لمواجهة فيروس كورونا في غضون ذلك أفادت وكالة سبوتنك الروسية أن عشرة نواب عراقيين أصيبوا بالفيروس المستجد في وقت لم ينفي البرلمان بشكل رسمي هذه الأنباء ونقلت الوكالة عن نائب لم تكف عن اسمه قوله أن أنتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي في العاصمة بغداد جاءت موجبة بإصابة عشرة أعضاء من البرلمان لم يسمهم بفيروس كورونا المنتشر في عدد من المحافظات هذا وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 63 حالة بعد تسجيل 6 حالات مؤكدة في عدد من المحافظات وثلاث حالات أخرى في قليم كردستان وزارة الصحة أكدت أن مختبرات الوزارة المركزية شخصت 6 حالات جديدة بفيروس كورونا في كل من المثنى والأنبار وذيقار والنجف وبغداد وميسان كما أعلنت وزارة الصحة في قيم كردستان تشخيص ثلاثة إصابات حالة واحدة في أربيل وحالة تاني في سليمانية في بغداد أعلنت دائرة صحة الكرخ خروج أربعة مصابين بفيروس كورونا من مستشفى الفرات العام في بغداد بعد تماثلهم للشفاء وقال المستشفى أنه استقبل نحو 80 حالة مشكوك بإصابتها بفيروس كورونا تأكد إصابة سبع حالات منها فيما غادر أربعة منهم وبقيت ثلاث حالات ستغادر قريبا اليوم الثنين تسعة ثلاثة 2020 الحمد لله من المستشفى الفرات العام خرجوا اليوم أربع مرضى كانوا مصابين بمركب كورونا فيروس اكتسبوا الشفاء التام بعد ما وصلت تحاليلهم النهائية وعدنا مرضى ثنين ننتظر تحاليلهم إن شاء الله اليوم توصل وهم مستعدين أنه يخرجون إذا الله سهل اليوم بس توصل تحاليلهم وعدنا أيضا أربع مرضى استقبلنا ثلاثة البارحة واليوم مريض محالين من غير مستشفيات مشتبه بإصابتهم كورونا فيروس تم اتخاذ لازم ورسال تحاليلهم للمختبرات المركزية وابنوا بانتظار النتائج إن شاء الله المشكوك بهم تقريبا استقبلنا بالتقريبا ثمانين حالة اللي ثبت أنوا عدهم الحاملين للمرض هم سبعة فقط خمسة من عدهم خرجوا والحمد لله اثنين كانوا في حالة خطرة واصلوا لمرحلة الخطرة من المرض والحمد لله تعالجوا واليوم طلعوا عدنا حالتين أيضا ننتظر بس نتيجة الفحوصات النهائية مالتهم اليوم إن شاء الله توصلوا احتمال إن شاء الله اليوم يطلعون حاليا عدنا أربع مرضى مشكوك بأمرهم صحبنا لهم تحالي وانتظار التحالي عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف مدير الصحة العامة في الكرخ الدكتور نازك الفتلاوي دكتور مرحبا بك اليوم أعلنتم عن خروج أربع مصابين أو أربع حالات مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء وهناك حديث عن خروج الحالات الثلاث المتبقية لو تحدثنا عن الإجراءات التي قمتم بها وكيف استجاب المرضى للعلاج بسم الله الرحمن الرحيم السلام من الله عليك وعلى كل من يعمل معك وكل من يسمع صوتنا أحنا دار الصحة بغضاء في السبعة حالات موجبة وهي الأول حالة تسجل في المؤسسات الصحية كانت في الكرخ المرضى السبعة الموجودين أربعة من سكنة الكرخ وثلاثة من سكنة الرصاصة أثناء من هؤلاء السبعة هم كبير صبعا من كبير السن ويعانون أيضا من أمراض مزمنة وكانوا في أوقات محرجة جدا حرجة بالنسبة للإصابة الحمد لله في واقبة كفاءة المؤسسة الصحية وعمل المؤسسة الصحية وعملكم أنتم بالأساس الإعلام الوطني اللي كان يوصل الوعي إلى المواطس تماثلهم للشفاء جميعا جميعا سبعة تماثل للشفاء وغادرونها إلى أهاليهم محافظين متجاعدين طيب الحالات سبعة حالات سبعة غادروا المستشفى العدل طيب حالات الوفاة دكتور حالات الوفاة بهذا الفيروس غالبا ما تكون فوق الستين هل هذا يعني أن المرض يعني أقوى من الحالات الصحية لكبار السن وهناك يعني بعض من يروج بأن من يموت بهذا المرض لديه أمراض أخرى خطيرة من فئات الاختطار بالنسبة إلى هذه الأمراض بصورة عامة بأمراض الفيروسات هم كبار السن والحوامل والأطفال بصورة عامة هم كبار السن وهن يعامل بعض الأمراض وخصوصا إحدى الحالات يتعاني من الأمراض فهذا تكون محط خطر بالنسبة إلى هذا المريض الحمد لله تشاطف نحن النقطة الرئيسية نقول إخواني أكد على الوعي الصحي لماذا؟ لأن الوعي الصحي جعل هذا المواطن إنه هو جاري من منطقة موجوءة وظهرت عليه علامات يجي للمؤسسة الصحية مباشرة المؤسسة الصحية عاملة على نظام جيد من اللحظة الأولى إلى آخر لحظة لذلك تكون نسبة النجاح ونسبة الشفاء مية بالمية نحن شريد من المواطنين وعن طريقكم وعن طريق كل الإعلام الوطني نريد أن نوصل المعلومة إخوان أنت جايب من منطقة موجوءة عندك عدة حلول الحال الأول أخي أن تكون دارك تعمل حجر صحي لنفذ الدار لكن حتى عائلتك لا تخلصهم تحافظ على نفسك وتحافظ على حالتك وتحافظ على المجتمع ظهرت عندك علامات معينة دين إلى المواطنة الصحية في أي مواطنة الصحية لا تقوم ومشيب مثل ما شو بترسي إحنا وبعض المحافظات عدهم شغلاتها نعم جميل دكتور بالنسبة لحالات الإصابة 63 حالة مقارنة بعدد الوفيات وصل إلى ربما 6 حالات في العراق الوفيات يتخوف المواطن بأن عدد حالات الإصابة إلى الوفيات هو يعني كبير نوعا ما وهناك من يقول بأن وزارة الصحة تخفي معلومات عنها ماذا تردون شوف خلنا أجاوبك من الأخير أولا ما الوزارة الصحة تخفي معلومات هذا من الأشياء اللا يمكن تهدد نعم لأننا دائما نكررها ويعني شريك هو مظامة الصحة العالمية وليس من مصلحتنا إنه أي مؤسسة الصحية تخفي الحالة لماذا؟ لأننا نحن الشفافية في هذا الموضوع تخلي جميع دول العالم هي مشاركة وتقديم المشورة والمساعدة العلمية إذا كانت لم تكن بشفافية نحن مرات تعلن النتائج سبعة وعشرة سبعة وثمانية سبعة وثمانية سبعة وثمانية أيوة تجي الحالات تعلن بذلك ليس من مصلحتنا أن نخفي هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية نحن نريد أن نبدأ ثقة بين المواطن أنت ذكرت نسبة الوثيات نسبة الوثيات ثمين بالمئة نعم يعني عندنا شفاء ثمانية وثمين بالمئة بالنسبة في السجوء العالمي اللي صارت ليس عندنا الوثيات صارت لحد الآن مناسبة ويهايي إحنا مواطننا يعتقد عندما يكشف أن المرض سيموت وهذا الخطأ هو هذا الخطأ مواطننا المضروف أنت تقول يا بتراني شاي من منطقة موضوقة أنا فلان مكرر سأكون حجر المؤسسة الصحية بالأكس تقدم لك الخدمة ستة سلبيك مباشرة وضحت مواطننا يخطي المعلومة نعم وهذا شيء خطير لابد من تداركه وتصديق الضوء عليها بشكل أكبر دكتور شكرا لمشاركتك معنا الدكتور نازك الفتلا والمدير الصحة العامة في الكرخ كنت معنا من بغداد في البصرة أعلن المحافظ أسعد العيداني أن المحافظة سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لمسن عادة من إيران مؤخرا مبينا أن الحكومة المحلية قررت تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية حتى الثاني والعشرين من شهر آذار الحالي معلأسف وقال الله وإياكم شرر أوضي معلأسف أنه حالة وفاة في محافظة البصرة في الأمس وبعد إجراء في الحوصات تبيننا حالة موجبة قادمة من جمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمس رجل كبير السن يمكن يصل عمره إلى 75 سنة كان ناهل إلى جمهورية الإسلامية اللي غرض إجراء عملية الخلف وعد عودت إلى أرض البصرة بالأمس جوابها بعد إجراء في الحوصات ظهرت حالة موجبة تزامنا مع الإجراءات الوقائية اللي كانت صحة البصرة قد دعت إلى أنه بعد اجتماع حرية الأزمة تحرر تعطيل الجوام في كل مؤسسات الدولة في ذيقار أكدت مديرية صحة المحافظة أن الحالة الصحية للمصاب بفيروس كورونا مستقرة فيما أوضح مدير قسم الصحة العامة حيدر حنتوش أن عائلة المصاب تخضع للحجر الصحي في الوقت الحالي نظر لتسجيل أول إصابة بفيروس الكورونا في محافظة ذيقار تم أخذ الإجراءات الوقائية من قبل دائرة صحة ذيقار حول الإصابة والمتمثلة بمتابعة الملامسين وخاصة عائلة المصاب والكوادر الطبية التي كانت بتماس تم أعطاء إجازة إجبارية وحجر منزلي للملامسين للمصاب وسوف تستمر هذه الإجراءات لحين نهاية الأزمة المريضة الحمد لله الآن يرقد في ردهة العزل وهو بحالة صحية جيدة الحالة كانت وافدة من جمهورية إيران الإسلامي في الأنبار أكد مدير عامي صحة المحافظة خضير خلف بأن الإصابة الوحيدة التي سجلت حتى الآن في المحافظة تعود لمرأة كانت برفقة مريضة في مستشفى الطب بغداد مبينا أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة وتخضع للحجر الصحية لفتا إلى أن الأشخاص الذين كانوا مع المصابة يخضعون لإجراءات الفحص الطبي لتأكد من سلامتهم تم تشخيص حالة لمرافقة مريضة كانت في بغداد هذه المريضة الموجودة في بغداد لديها مرض داء الذئب الإحمراري الأسعالي وهذا يؤدي إلى نقص المناعة وأدى إلى حد مضاعفاته والعجز الكلا ومما اضطروا إلى إجراء عملية الزرع كلا مما أدى إلى أنه أصابتها بسبب فقدان المناعة بمرض كورونا المرافقات معها عددهم اثنيا عند عودتهم إلى محافظة لنبار بالتنسيق معهم تم استقبالهم في الطريق في مدخل محافظة لنبار مع السائق وارسالهم مباشرة الحج الصحي لدارة صحة لنبار بدون الوصول إلى عوائلهم بعد أخذ العينات وارسالها لمختبر الصحة العام المركزي في بغداد تبين أن أحد المرافقات مصابب بهذا المرض ولكن حالتها طبيعية جدا وصحتها كل جيدة نبقى في لنبار حيث نظم عدد من شباب مدينة غمادي حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا المنتشر في عدد من محافظات العراق هذا وتطرقت الحملة إلى سبل الوقاية المختلفة من الفيروس واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة التي من شأنها منع انتشار الفيروس وانتقاله بين المواطنين واحدة من الحملات الشبابية للوقاية من الفيروس كورونا داخل مدينة الرمادي نطموها مجموعة من شباب بدعم ذاتي وبتعاون مديرية صحة الأنبار من نابع الاحتياج الماس لأهنا وناسنا بمحافظة الأنبار ومدينة الرمادي خصوصا أن هذا المرض صار يشكل خطورة كل شبيرة على الأهالي والمواطنين داخل المدن لذلك اليوم انطلقنا في هذه الحملة حتى نوع الناس للوقاية من هذا المرض وتعريفهم بأسباب وأعراض هذا المرض الناس ما شاء الله كلش مرحبين بالفكرة ودعوا يتعاونون تعاون كل شبير ولكن نتمنى من الناس أنه عرفوا الأسباب الوقاية نتمنى أنه يلتزمون بأسباب الوقاية حتى ان شاء الله رب العالم يكفي ومشر هذا المرض في إقليم كردستان بدأت الفرق البلدية في أربيل بالتعاون مع وحدات الوقاية الصحية بدأت حملة مكثفة لتعقيم الأماكن العامة والأسواق منعا لتفشي فيروس كورونا وقالت البلدية أن حملة التعقيم ستشمل جميع مناطق أربيل وستستمر لعدة أيام مشيرة إلى أن حملة التعقيم ستكون بالتزامن مع حملة توعية في كل الأماكن العامة لا سيما في الأسواق والمناطق السياحية سوينا حملة تعقيمية تعقيمية لجميع المناطق اللي يشمل هذا المناطق العامة اللي أكثر الناس يزورون مثلا في الأوقات العطل وهذا فسوينا تعقيم بالكلور لكل المناطق اللي أكثر الناس يعني يزدحمون عليه أوقات الدوام المغل أي طريقة تعقيم تنطي يعني مجال أنه تبطئ الانتشار وتخلي العلماء والنظمة الصحة العالمية والوزارات الصحة كافة يعني مثل ما نقول خطوة لأمام نحو إيجاد لقاح إذن التزايد المضطرد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق دفع الصين إلى إرسال مساعدات طبية وتشكيل فرق صحية للحد من انتشار الفيروس في عموم البلاد تفاصيل أوفاف سياق هذا التقرير بعد إرسال العراق مساعدات طبية للصين في حملتها للحد من انتشار فيروس كورونا ردت الأخيرة بتشكيل فرق صحية ومساعدات طبية وأرسلتها للعراق الأمر الذي وصفه السفير الصيني برد الدين وتثمين للصداقة العراقية الصينية وعلى هذا أساس أن جانب الصيني يبدو قصار جهودها لتشكيل فريق الخبراء الدبيين الصينيين المتفوقين خلال يومين فقط ويتم نقل هذه المواد والفريق الدبي إلى العراق خلال وقت قصير جدا وبعد أن سجل العراق 63 حالة إصابة بالفيروس المستجد كانت أغلبها لمواطنين زاروا إيران مؤخرا توفي ستة أشخاص منهم إلا أن الصحة أعلنت أن غالبية المصابين يتماثلون للشفاء وأعلنت مغادرة عدد منهم المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي مؤكدة أن المساعدات تساهم في تحسين الواقع الصحي بالعراق لغرض جلب خبراء متخصصين في الأمراض الانتقالية وكذلك شحنة طبية من عدة أطنان التي تحتوي على مستلزمات طبية ضرورية ستكون لها حقيقة فائدة كبيرة في رفع قدرات الجانب الصحي العراقي بدورنا نشكر الصين على هذه المبادرة وكذلك نشكر وزارات الدولة المختلفة تسجيل إصابات جديدة في محافظات أعلنت خلوها من الفيروس أثار الرعب بين أهالي تلك المحافظات التي عدت الإجراءات الحكومية لا ترتقي لوضع حد لتفشي الفيروس في سياق التظاهرات الشعبية أعلنت مفوضية حقوق الإنسان استشهاد ثلاثة متظاهرين بينهم مسعف طبي وإصابة أربعة وأربعين متظاهرا خلال محاولات فض التظاهرات بالقوة في ساحة الخلان وسط العاصمة بغداد وطالبت المفوضية الحكومة باتخاذ إجراءات جدية وحقيقية إذا ما يحدث في ساحة الخلان من أعمال عنف مفرق هذا وتستمر محاولات فض التظاهرات في الخلان بالقوة وسط مطالبات أممية بمنع استخدام أسلحة الصيد والقنابل الدخانية هذا وشي عن المتظاهرون شهداء الثلاثة الذين ارتقوا يوم أمس جراء تجدد الصدمات في ساحة الخلان والاستخدام والاستخدام المتواصل للقنابل الدخانية وبنادق الصيد مؤكدين الثبات في الساحات أو الثبات في الساحات حتى تحقيق المطالب وأبرزها محاسبة قتلة المتظاهرين موسيقى هذا وعادت محاولات فض التظاهرات بالقوة من خلال استخدام بنادق الصيد والغاز المسيّل للدموع في ساحة الخلان وسط بغداد كما أفاد مصدر أمني وأكد المصدر تسجيل حالات اختناق في صفوف المتظاهرين الذين أكدوا استمرارهم في التظاهرات وعدم تراجعهم عن المطالب الشعبية الحق وهذه الخيم ودونت عليها حملة السلام سلمية بسم الله في ذات السياق أصفرت العملية ودونت عليها حملة السلامة والقيادة حيث بلغت أربع عشرة طلعة جوية أسبوعيا فيما بلغ عدد طلعات الجوية للمقاتلات الحربية بلغ 68 طلعة في الأسبوع فيما سجلت طائرات الاستطلاع والاستخبارات مئة وأربع وعشرين طلعة أسبوعيا إلى ذلك لقي ثلاثة عشر شخصا حتفهم بحادث سير على طريق ذيقار المثنى إثر اندلاع حريق أعقب تصادم صهري جين مع مركبة لنقل الركاب مدرية الدفاع المدني أكدت أن الحادث وقع جراء تصادم صهري جين محملين بمدى النفط الأسود مع مركبة لنقل الركاب على الطريق السريع بين محافظتي المثنى وذيقار مضيفة أن الحادث تسبب باندلاع حريق كبير أسفر عن مقتل ثلاثة عشر شخصا هذه نشر مستمرة نتابع فيها بعد قليل توترات أمنية في السودان نجاة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال فاشلة في الخرطوم إلى السودان حيث نجا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم وكذت وسائل أعلام سودانية نقل حمدوك إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال التي لم تتضح بعد أسبابها وملابساتها لافتة إلى أن الجزة الأمنية طوقت موقع محاولة الاغتيال وبدأت التحقيقات في التفجير هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلى الآن كما لم تتضح بعد ما إذا كانت هناك إصابات في صفوف مرافق حمدوك أم لا تعرض موكب السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك صباح اليوم إلى هجوم إرهابي أثناء سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء وقد تعرض الموكب لتفجير إرهابي وإطلاع رصاص أصفل كوبريكوبر لم يصب السيد رئيس الوزراء بأي أذى وكذلك المجموعة المرافقة له في سياق آخر قال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجة أن الدول المجاورة والأوروبية تأخرت في اتخاذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا مؤكدا خلو بلاده من أي إصابات بالفيروس لا توجد إصابات بكورونا في تركيا جرت تحقق من ألفين حالة مشتبه بإصابتها وتأكدنا من عدم وجود إصابات نحن لسنا بحاجة إلى أي مساعدة من دول أخرى في مواجهة كورونا لكن تركيا قادرة على مساعدة الدول الأخرى في هذا المجال لو تأخرنا في اتخاذ الإجراءات ضد فيروس كورونا لأصبحنا اليوم مثل إيطاليا في اتشار المرض في إيران أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 43 وفاء إضافية بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 حالة وفاء وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن معدل الإصابات الجديدة يتراجع لكن لا يزال من المبكر تحديد متى سيكون من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس وأفاد جهانبور أن معظم الإصابات سجلت في طهران بـ 1945 حالة تليها قوم بـ 712 حالة هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدة حول العالم تجاوز 110 ألاف حالة في مئة بلد ومنطقة بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 3800 شخص وفق حصيلة أعدتها فرانس بريس وجاء الرقم الجديد بعدما أعلنت إيران عن إصابة 600 حالة جديدة بالفيروس صباح اليوم مرفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى أكثر من 7000 ولا تزال الصين البلد الأكثر تأثرا بالجائحة إذ سجلت أكثر من 80 ألف إصابة لكن الخبراء أعربوا عن أملهم بأن تفشي الفيروس في الصين بلغ ذروته وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس خارج الصين فأعلنت وفاة 366 شخصا كانوا بين 7357 مصابا وبينما سجلت كوريا الجنوبية عددا مشابها من الإصابات إلا أن عدد الوفيات لديها بلغ 51 حالة وصلنا إلى ختام هذه النشرة تذكير بأهم العنوين كورونا وحرب الأسعار يقودان النفط إلى حافة الانهيار الخام يفقد أكثر من 20% من قيمته وموازنة العراق في خطر البصرة تدخل على خط كورونا تسجيل أول حالة وفاة في المحافظة لمواطن عائد من إيران وبغداد تعلن شفاء أربعة مصابين الخلاني تخط الثبات بالدم متظاهر بغداد يزفون ثلاثة شهداء ويؤكدون الصمود في الساحات حتى نيل المطالب العادلة البنتاجون يؤكد مقتل جنديين أمريكيين في عملية عسكرية ضد داعش بالعراق ومكافحة الإرهاب يعلن مقتل 25 إرهابيا في مخمور ألف الوجداتي في للمزيد من الأخبار كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب في أمان الله إلى اللقاء موسيقى